العاملون في السيرك يخلقون الجمال وهذا يريح النفس لأننا بحاجة دائمة لرؤية الجمال هكذا يصف البابا فرانسيس إعجابه بثنون السيرك على أنواعها وهو في مبادرة جديدة له أراد أن يرى الأشخاص الذين يعيشون على هامش المجتمع هذا الجمال فدعا عددا من فكاراء روما ومشرديها ولاجئيها لقضاء يوم في السيرك وقد رتب المكتب البابوي المعني بالأنشطة الخيرية حضور 2100 شخص عرضا في سيرك ميدرانو على مشارف روما وحجز الفاتيكان تذاكرة للعرض الذي يقام ظهر اليوم الخميس للفكرة والمشردين والمجموعة من السجناء وأطفال الأسر المحتاجة والمتطوعين ومقدمين رعاية لافتا إلى أن عيادة طبية متنقلة ستكون موجودة خارج خيمة السيرك لعلاج المشكلات الصحية المعتادة للزوار من جهته قال برايان كازارتلي الذي تدير عائلته سيرك ميدرانو منذ سبعة أجيال نحن نعمل كل جهدنا لنقل الفرح والجمال إلى هؤلاء الأشخاص وأؤكد لكم أنه سيكون يوم عيد على شرف العديد من يعانون من صعوبات الحياة الجدير بالذكر أن أعمال الرحمة هذه تمويلها الاحتفالات التي تقام في الفاتيكان وخارجه والتي يعود ريعها إلى مؤسسة أعمال الرحمة العائدة للبابا فرانسيس ونذكر منها أن سيرك ميدرانو يتبرع براعي حفالاته كل خميس إلى مؤسسة البابا وكذلك سائر الاحتفالات الموسيقية الخيرية هذا وكان البابا فرانسيس قد أنشأ في السنوات القليلة الماضية أماكن كرب الفاتيكان للمشردين من أجل استحمام وتصفيف الشعر والحلاقة كما أتاح لهم القيام بجولة خاصة في كنيسة سيستين التاريخية واستضاف في تشرين الثاني الماضي نحو سبعة آلاف منهم لتناول الطعام في الفاتيكان الوزر فالشعر موسيقى